جديد على الساحة السياسية هذه المرة من زاوية الأحزاب السياسية الحلقة المفقودة منذ بدء الحرب من القاهرة تم إعلان تكتل سياسي هو اللقاء المشترك مع عدى الإصلاح خطوة وصفها البعض أنها محاولة للنفخ الروح في جسد العملية السياسية أو بمثابة مخرج طوارئ للأحزاب السياسية التي تعيش حالة موت سريري مراقبون قالوا أن هذا التكتل جاء بإعاز من دول التحالف في سياق بحثها عن تكتل سياسي يبرز للواجهة كبديل عن الإصلاح الغير مرغوب خليجيا تأتي خطوة إنشاء التكتل في وقت تعاني فيه شرعية من عاصفة إماراتية قادمة من الجنوب تهدد بوأد الشرعية في المناطق التي يفترض أنها مسيطرة عليها مراقبون يقولون إن المملكة السعودية هي الشريك الصامت لكل ما تمارسه الإمارات في الجنوب إذ يعتبر بيان الحكومة أمس بمثابة رمي الكرة في ملعب المملكة لتنفي ذلك بخطوات عملية أو لتؤكده بصمتها حتى الآن لم يصدر أي موقف من قبل الإصلاح الذي يشعر أن هذه التحركات تستهدف عزله عن الحاضر والمستقبل السياسي لكن الأهم هو موقف الرئيس هادي وكيفية تعاطي التحالف مع هذا التكتل ما سيبين بوضوح خارطة الحالة السياسية في اليمن وهوية صاحب الضوء الأخضر الذي سيكون له الحضور الأبرز في المشهد القادم الاعتلالات في المشهد السياسي خلفت الكثير من التراخي تجاه القضية المصيرية للشعب ودفع بكوادر الكثير من الأحزاب السياسية لخوض معارك جانبية لا تصب في جهود استعادة الدولة وتحريرها من الإنقلابيين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة